جمن رجولة ساحة التحرير كل العراقيين شافوها ساحة التحرير احنا تواجدنا بها من 2011 بالتظاهرات وشفنا ما شفنا لكن ساحة التحرير من 2019 وبتشرين الابيض على الشعب وتشرين الاسود على السياسيين وعلى الفاسدين وعلى الذين نهبوا هذا الشعب في الصور اللي موجودة بهذا المكان أنا أعتقد أي كاتب ما يقدر يكفل سيناريو بهذا الشكل يعني أنا أشوف الشوارع أشوف الناس أشوف العوائل أشوف الولد أشوف البنات الشوارع كأنه تتبدد حتى تقدر تحتضن الناس العوائل البغدادية الآن تبقى حتى البجر المتأخرة حكومة استنفذت المواجهة مع شعبها بيومين أكو سؤال كثير من الإعلام العربي والعالمي يسأله أنه هاي الاحتفالات بالشوارع شنو معناها نحن نجاوب كمتظاهرين نقول هذه احتفاء باستعادة الإرادة العراقية احتفاء بالنصر العراقي هذا الشعب لما يقرر على كل السياسيين أن ينحنوا وأن يقفوا صاغرين لتلبية هذه المطالب واهم من يعتقد أنه أصبح مسؤولا وأصبح ذات سلطة نعم قد يكون تأخرنا كثيرا ولكن أتت اللحظة المناسبة التي يقول فيها العراقيين الكلمة التي مزقت كل جدار الصوت والتي أعطت لكل العالم ولكل الذين راهنوا على أن العراق قضاع نقول لا هذا المكان المطعم التركي قبل قليل مشان الكرام سمعتوا كنت في إحدى الوحدات الطبية يقولون في مكان واحد يوميا مئة جريح يتم علاجه مع الموت ومع الغاز الذي يستنشقه الشباب أكو روح دعافة أكو فكاهة أكو نكتة يخلقها الشباب وهم دا يموتون وهم دا يستقبلون الغاز المسين الدموع وهم يستقبلون رصاص الغدر والخيانة سموا المطعم التركي في جبل الأحد لأنه احتموا به حتى لا يدعوا يأتي خناصا ليكتل أبناه ولو تشوفون اللافتات اللي موجودة في هذا المكان والشعارات اللي متروحة في هذا المكان وكيف يتسلق الشباب وتشوفون هاي الأضوية يعطيك دلالة واحدة إنك أمام شعب كبير كبير جدا ما يستحق هؤلاء الأراضل أن يسموا عراقيين وأقصد بهم هؤلاء السياسيين العراق في كل عمره طلباته مشروعة ما قدرتوا تتاغبون هذا الشعب وتتحدثون معاه على الرغم أكثر من ثمان سنوات العراقيين متظاهرين في هذا المكان شوف أبو التكتب هذا اللي الآن هو رمز الثورة العراقية قبل هاي الثورة لو تسأل أبو التكتب شون أبو التكتب رجل فقير يتداين فلوس على موض يعيش وتيجيهم من أفقر الشرائح العراقية قاطبة لأن ما بكت أمامه وسيلة إلا أن يسوي له تكتب حتى يعيش شوف عاف عيشته عاف شغله تحول لرمز بالثورة يقول ثورة أبو التكتب الآن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الأبطال هنا ما قدروا يجيبوها بجكسارة ولا صعدوها بمونيكا ولا قدروا يجيبها بمدرعة قال أبو التكتب أمين عام مجلس أمين أمم المتحدة بالتكتب شوفوا الشعوب لما تفرض إرادتها من فيكم رجال اليوم يقدر يطب ويا شعبه الزلم اللي يقول الآن يمثل شعب خلي يجيو ويا هاي الولد خلي يجيو ويا هاي البنات وخلي يتوفى بجبل أحد مع هؤلاء الأبطال خلي يتبرع خلي يقبل اليوم يوم لا ينفع عمال ولا بنون وإذا كان لكم زمنا أو ما تبقى من زمن توضعوا بمواقف هذا الشعب وأنا أقدر أقول ما ضد الوقت بعد استنفذتكم كل ما عدتوه لكن الشعب في كل يوم إلى صفحة وإلى بطولة وإلى رجولة وإلى موقف والعراقيين ذولة اليوم هذا الكراك اللي رفضتوا أن تسمعوه اليوم أبو التفتك البطل أبو التفتك البطل رسم معاني الدورة يعني نفعلات الحكم والفرح متواصلة إلى علاق تاكلين الشباب هناك هنا للصورة يمتوني الشباب هنا تتشوفوها هذه جاي فرحان عندنا صناعة فرح اليدات من قد الكبت اللي مربيه حملت شهادات كانوا يبحثون عن فرصة عمل اليوم تلقلهم مشرح بشكل رائع من خلاله يمجون ومن خلاله يقربون ومن خلاله يفردون وإنتو اليوم كل مربيه مربيه ويجعلnom ومحاز inici ي deep من خلاله يто PBK اشتركوا في القناة